دايتها وقاء ازمة الحكام رحيل كابتن جمال غندور فجر مشاكل كثيرة جدا داخل الوسط التحكيم كل رئيس لجنة بيبقى فيه ناز مقتنع بيه وناس نص ونص وناز علانة طبيعي سنة الحياة كل رئيس عمل كده يعني سبحانه مرض العباد في عهد كابتن جمال غندور اللي كان قصير جدا قولي لي بس تعين كان الكابتن جمال غندور كان امتى عادت كابتن ابراهيم نور الدين اللي يصبح الحكم رقم واحد في مصر ورجع الكابتن جهات جريش عشان يقبل حكم رقم ثلاثة في مصر بعد ما كان رقم واحد واحد واثنين وثلاثة بتحسب ازاي حسب مع الاتحاد المحلي يبعت القيمة لالاتحاد القري خلاص تمام فهناك غضب من جهات جريشة هناك سعادة من ابراهيم نور الدين دا طبيعي جدا يعني وجهات جريشة تعرض لإيقاف من بداية الموسم من الكابتن جمال الغندور بسبب انه كتب حاجة او طلع قال حاجة وحتى منعه الكابتن جمال وانا كنت انتقدت هذا الموقف كان عنده مباراة في البطولة العربية للفار والكابتن جمال الغندور منعه ثم في النهاية كان هناك تحقيق وامتسل كابتن جهات جريشة كان مفروض ان يعود لكنه حصل شرخي كبير جدا في العلاقة بين كابتن جهات جريشة كابتن جمال الغندور كابتن جمال بقول انا بطبق مبادئ وبرسي قيم وقواعد كابتن جهات جريشة قال انا ما قلتش حاجة انا دفعت عن حق ان انا بقى الحكم رقم واحد في مصر لكن المهم انه كابتن ابراهيم نور الدين بقى هو الحكم رقم واحد في مصر كابتن جمال اتعين في اغسطس يبقى اغسطس بقى ايه اغسطس سبتمبر اكتوبر نوفمبر ديسمبر يناير فبراير نلحقش نقول مارس يعني سبع او ثمان شهور كان رئيسا للجنة ودي مدة قليلة جدا طلع كابتن ابراهيم نور الدين حياة ولم يكن موفقا في كتابة على موقع اليوم السابع موقع المحترمة جدا موقع ليس مسؤول يعني الرجل صراح قال لك احنا عرفنا الجسوس اللي هو جيم جيم عدت يا ربي جبت كل جيم جيم جواد جمال قلت لا جمال جمال دك الرئيس نادي سبورتينج حتى ما لقيتش حتى يعني حتى الاسماء اللي بالجيم مش كتيرة جدا يعني اه ما فيش يعني جيم 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 فلقيته جهات جريشا هو كابتن ابراهيم نور الدين اتهمه انه هو اللي صرب الحديث بتاع الواتساب او رسال الواتساب طب يا كابتن ابراهيم وقسما عظما على الهواء مباشرة انا جات لي كل الرسائل وجهات جريشا لا علاقة له بها على الاطلاق قسما بالله العظيم ثلاثة ومن اول ثانية وانا طبقت انا قلت مش هطلعها لانه ما قدرش عمل ده انا عندي رسائل صوتية في موضوع اتحاد الكورة ورسائل مكتوبة يعني لو كتبتها لو نزلتها يعني تقلب الدنيا كلها رأسا على عقب وتكشف كذب كذب والدعاء اللي بيطلعه له غير كده رسائل صوتية ورسائل مكتوبة كاملة كاملة لكنه الامانة بتاعت تقول ان انا ما قدرش اطلع ده ابدا ولا سربه لحد خالص على الاطلاق عشان تعرف بس انه جهاد ملوش علاقة على الاقل عندنا بدا فما كانش من المقبول يا كابتن ابراهيم انك تطلع تتهم زميلك بدا ولو كابتن ابراهيم نردين كان يقصد احدا غير جهاد جريشا يقول لحد من زملائنا في الاعداد دلوقتي يعني وانا على طول حقولها لانه في سمير جمال سين جيم ده سين وجيم بقى لما تكون في تحقيق مثلا يعني ما انا حتى جيب كل الجيم ما ملقتش جيم جيم غير جهاد جريشا يعني ثم يعني الناس في اتحاد الكورة يعني حاب يعملوها وديا كده انه يكلموا جهاد يجي ويجيبوا براهيم نردين يقول لأ هنا مفيش قاعدة بقى هنا القاعدة مش مقبولة انا عجبني موقف كابتن جهاد جريشا قدم مذكرة الى المدير التنفيذي للاتحاد الاستاذ وليد العطار قال له فاندم والكابتن محمد فض قال له فاندم حقق قلنا في ده وطبعا الى لجنة الحكام اللي موجودة اللي بيدي لها الدكتور عزب حجاج والكابتن وجيء احب حقق قلنا في ده وكان الاستاذ مصطفى الكومي او الكابتن مصطفى الكومي سكرتين لجنة الحكام بالغربية ليه الغربية لانه الغربية اللي فيها جهاد جريش هو اصلا من مية غمر لكنه كان على حكام الغربية قال له حضراتك اه تروح اتحاد الكورة يوم التلات فتصور انه تحقيق فلما اتصل بالناس المسؤولين في الاتحاد قال له لا فيش تحقيق يبدو ان البعض كان عايز يعمل صلح ما بين جهاد جريش وابراهيم نور الدين هنا لا هنا في الصلح هنا ابراهيم نور الدين يطلع وينفي او يعتذر او اي حاجة من الحاجات دي لانه هذا الامر بيمس السمعة يا كابتن ابراهيم إيه للسمعة والشرف والزم قلنا بدل المرة الف مرة طيب نكمل مع جهاد جريش وعلى فكرة انا يعني انا وجهاد لما بنتكلم بتكلم مع الناس كلها يعني لما حد بيطلبني في حاجة برد عليه وقلت له انا مش راضي عن مستواك السنة اللي فاتت هو زعل مني بس انا بقول هذا الكلام لكن دي حاجة ان شاء الله احطه السابع دي مش شغلتي برضو لكن انا بشرح موقف طلع اه خلال الاربعة عشرين ساعة اللي فاتت انه طلب من اه جهاد جريش انه يعتزل ويتقول لرئيس لجنة الحكام لم يحدث على الاطلاق لا جهاد عايز يعتزل ولا اتحاد الكرة طلب منه الاعتزال ولا طلب منه انه يبقى اه اه موجود رئيس لجنة حكام عشان بس تبقى الامور واضحة لحضراتكو اه تماما مش عايزين اه بحد يقول كلام غير الكلام ولا موضوع غير الموضوع اشتركوا في القناة